طيب النهاردة هو قرر انو عمل لنا الصينية كوبابة انا بقوله هنأكل ايه معاها هو عايش في ظنه ومشو خباله ماشي ماشيها خلينا نشوف مقادير الكوبابة ايه وبعدين بقى نتكلم بعد كنه هنأكل معاها ايه لحمة مفرومة برغل بهارات جسد صيب بصل بردقوش نعناها عجاف كمون قرفة مرأة زيت مرح فلفل اسوى التوم انت عملت ايه بقى انا هنا التوم بصل بصل وانت نقيق البرغل لازم اتنقي احدا لازم لعين البرغل هنا عندي شوية هم عشان احط عليهم بقى البرغل بتاع بس نعامهم قوي قبل ما احط عليهم ايه ادفات ماشي بصلتهم وشوية بصل سنة قرفة والبقى هنا وانت كان ايه هنا او ده ايه هنا ده طوابن بخدها التحسيجة ادي ايه صيبو ايه طوابن ده للتحسيجة الحشو امال ده الايه ده للبقى للبرغة بالراحة عليها ماهباني بالراحة ها ماهبكتو في الاينا بصي بصي بابشت طبعا انجاز السنة دي ان شاف شربيني داني ميت جنيه ميت جنيه يا جماعة بس 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 خلاص لازم داني عداية ميت جنيه اه يعني يعني انا مبهورة انا مبهورة انا بجد نفس فاكرين اول سنة لما داني خمسة جنيه وقاعد يزيط عليه انجاز دا الشربيني دا شانت عرافة بس نبهاتي ميت جنيه ميت جنيه قد ايه انا بقيت غالية عنده انه طلع ميت جنيه دا حاجة كبيرة جدا ايه يعني ايه هي انت مش مصدقة وانا مش مصدقة انا مبهورة انا مبهورة انا منبتش قول الليل عبالي حس على جيوجة لها فقط رعت الفلوس فينا رعت فتكرت انك اندت زهلت بس ما ايه اقولك اللي عندك ينطبع لا 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 بص كل في مزار حسنتك يا شيخ لا لا انا دخلتهم من دوم للذكر اه ما انا بنت يا زيما برضو انت متعرفش والله لازم انا مو انا ميت على فكرة بس الحاجة سمعانا دلقت والله يا ابو يا ميت على ما مبهورة انا مبهورة يعني كانت تبخيرك والله يا ربنا يكرمك يا ربنا مانيش حتاو لا يعني بس احاول بحاول ان انا حسسك ان فلوسك مراحتش هادر يعني يعرف انت مدفعتاش كده البت المزيعة لا دي بيت غالبانة مزيعة بس يا تيمة بمين جنيه هتجيبي فساتين بمين جنيه يا مختلف هتجيبي روج احمر وبيض طب تعالوا نعمل مسابقة ايوها قوم اللي بيشفونا وبيشوفوا شافوا مفيدة مين جنيه جيب لنا ايه النهاردة الدوني افكار اللي يكلمني في التليفون يقول لأ او اخص السلاب بتاعت الشيف شربيني يا مفيدة المين جنيه اللي انت خطيها بالشيف شربيني تجيبلك احا واحا انا مستنعت الفيناتك يا مصريط بس بطلوكم هشتاج صفحت الفيسبوك بتاعنا النهاردة المين جيه بتاعت الشيف شربيني تجيت ايه عشان ما هو ما حاسسني كيك الشيخ شويات ساق اه جيب الضغط والسكر اي حاجة ده انا هدهيرك هدهيرك ده اكني هنا يا دولي الفكروتي عملت اي طوله مع بعضه؟ اه نسخب المصر بالطواب للطوم مش هتجوصه فيه بسنة اربعة صغيرة بسنة اربعة صغيرة عرف الشيخ عمله زي ايه؟ اه زي فكس رز عبدالك والله اه اي حلوة بشيخ يعني ايه برد بشيخة بس ممكن نعملها لبنية ممكن نعملها بشوية ممكن نعملها مقلية ليه كذا طريقة مشيش برق مشيش برق يحب بالتقري قرب القرب انا ده بشيخة عشان البره بتاعي ناشف هو الم ضلوع بتاخل المضيف ى تاخد تلب والبره ب lugوس مش مبلون مع اللحمة وبتعب بالهوم هي انت هتعمل هتقشيها اه منمش ما بيش سنكبر منديه يا جمال واحد اكبر منديه لك هو من عارف بتاعتي كمكتوب في الأجنة هتعلب لك خلاص انت هتقعد تحط هنا وهنا وحاسيك ان انت بتشتغل واحدة تتو عاري جدا لسه هو لازم يقعد نبقى فيه ايه التدبيل احط دبس الرومان احط العناع وكامل اهو رفت كمكتوب ابي احطو يا ساتر ارتحتي كده يا ربي تعالي انت كده مرتاحة هيتش غابها تاني عندنا فيه عش لا عشان تتتاح انا مقدرش ازعالي لا والنبي لا ازعالي ازعالي اعصادي اهي اش عارف مقدركم تعمل تاني ولا حاجة رشا تاني ايه ده ايه يا رشا ايه ده كل السنوات تتخيبه تتخيبه يا رشا اخبرك ايه الحمد لله تمام رشا الميه جنيه الميه جنيه بتاعي تشوف شرفيني تجدلي ايه يا رشا هدية في العيد اوكاي ايوة انا هكترح عليك اقتراح تاني بدل ما اتزلي بها هدية اقولي انت قلتي انا يتيمة والميه جنيه فرحتني ايو فرحي بها يتيمة تانية والله انا همعمل كده الحمد لله يعني انت شايفة ان انا جديل اهد 100 جنيه لحد تاني ماشي انا موافع خلاص ماشي يا سيدي يبقى ايه اشترك في السواب بتاعي ده ايلان مهو كده يا رشا اشترك في السواب بتاعي يعني يا مجام خليقي محضر خير يعني انت يا رشا ده رجبت اللي عندي كله حرام شفت الناس بيقولولك حتى يعني هم المكسبين يقولولك ان الميه جنيه ما تجيبش حاجة فقال لي اديها اليتيمة تانية من يتيمة اليتيمة خليونا نشوف الميه جنيه اللي هو قاعد يدور عليها مبارح طول الليل في جيوبه ممتد في جيوبه ما نمتش ما نمتش خلينا نشوف بجد الميه جنيه جيب ايه خلينا نقتنع مع بعض كده يمكن نقنعه في الاخر احتمال ان يعني ماشي شكرا مرسي بس دي ميه جنيه في الاخر ماشي مولايلة تفضل يا مولايلة ماشي بخير ازايك مفيدة ماشي الفول والجمال ازاي كفيد ازاي كشيد بتقولك مولايلة تفضل كل سانة وحضرتك تفضل يا فنم مولايلة الميه جنيه منقورين الدنيا ربنا يا خليك الميه جنيه للدهاري شفشل بيه جنيه عملت الكحكي الجامل من دارك بجد؟ اه روحة 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 يا مفيدة عملت الكحكي مدارك كان حلو قوي قوي عملت الكحكي ده برافو عليكي برافو عليكي جدع بطريقتك والله جميلة 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 ربنا يا خليكي ده طريقت شفشل بيهني ده اول جميلة قولي ليه اه اه اول خلو الباركة اه مين جنيه للدهاري اه مين جنيه اه يا شيف زود شوية المية طيب مايش حجبت علم روش بقلاش علم روش مفيش علم روش حتى بقلاش علم روش عشان مايقولوش ان احنا مسرفين قولي لي ممكن جنيه هو كيلو جبنا البيضة بكامل عارضة ايه انهو يا راضيات ايوة ايوة مين جنيه مجبش كيلو جبنا بيضة حسبي الله وانا اعم الوكيل برسيه الحمل الله رب العالمين لا حاول الله انا غلطان يا ابني غلطان ايه يا ابني؟ انت هتعيش لي بدور يا بنتي اهوهد عشلة زنقت هتيجي تقوللي هتيجي تقوللي يلا احنا كده انا كده عرفت الكوبة شكلها حلو بس اه انا فهمت انت ليه قلتلي احنا مش هناكلها بحاجة عشان انا كده فهمت لحم المفرومة ولحم المفرومة برضو برغل بس انا برضو لازم انا قلق معا حاجة اي ما لازم تاكل معا حاجة انا ما اعتردتش ان انا احس ان دي صانية مثلا لحم المفرومة او الكفتة انا باكل مع الكفتة الرز بتاعي بصي انت عايز بقى تحط جميل اي حاجة تغمسي انت حط تغمسي انا كفتة الرز في البيت عندي باكلها برز اه انا باكلها برز طبعا اه اه ما بقى اتكرت الناس ما بتاكلها لا ازاي يعني ازاي ده رز بشريعة كمان اه بالزبط كده علينا مختقوس يعني نحط كفتة الرز في النص ونحط الرز وناكل مشي حلوة دي يلا عشان نرحق نعمل ايه اللي بقى بصور هنعمل كل حاجة ان شاء الله انت معطلنا انا لمعطلك ايوه ها معلش ربنا فوق عطلتك على خير هماش نعصتها بقى هوا اه بزر القليسة هيعمل اهو اهو انت عارف ايه اكتر حاجة مفرحاني ان احنا انا انا يعني بيشتغل معايا وده حاجة انا حباهت جدا مجموعة من البروديوسر البنات الزغيرين في السن يعني كلهم وكلهم زغيرين وكلهم جمال وانا بموت فيهم وفكلهم باجي في البرنامج انا حيس ان هم في اليرتس مركزين ما هشوفش البيني بقى ان هم معرفوش يعملو كوبايت الشاي اله يا ربنا يكرمهم لأ وبعشين ايه ويكون تطلع واو بزرط كده